ليلى مراد اسمها الأصلي لليان زكي مراد مردخاي من موليد 17 فبراير في عام 1918 وهي من موليد الأسكندرية وكانت من أسرة دين بالديانة اليهودية فوالدها هو الملاحن زكي مراد مردخاي وليلى مراد هي الشقيقة الكبرى للفنان مونير مراد وهو واحد من اليهود الذين عاشوا في مصر ولكن ظروف الأسرة المادية كانت صعبة جدا خاصة بعد أن تم طردهم من منزلهم كما عملت ليلى مراد بالغناء في الحفلات الخاصة والعمة منذ أن كانت فتاة صغيرة وذلك لأنها الابنة الكبرى كما تحولت إلى الديانة المسيحية حتى تلتحق بمدارس الراهبات كما شجعها والدها الذي كان يعمل ملحن وقدمها إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أعجب بها كثيرا وأعجب بجمال صوتها وكانت أول فرصة ذهبية لها في فيلم يحيى الحب عام 1937 رغم أنها غنت في فيلم الضحايا في عام 1932 وكانت بداية انطلاقها الفني منذ عام 1937 ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك ومن أبرز أعمالها الفنية في ذلك الوقت فيلم ليلى بنت مدارس في عام 1941 وفيلم ليلى بنت الريف في نفس العام أيضا وفيلم ليلى بنت الفقراء وكان هناك مشهد في نهاية الفيلم كانت ليلى مراد ترتدي فيه فستان زفاف وكان الفنان أنور وجدي دعا عدد كبير من الفنانين في هذا المشهد ودعا أيضا بعض رجال الصحافة وقد فاجأ أنور وجدي الجميع بعد انتهاء التصوير بأنه تم عقد قرانه على الفنانة ليلى مراد منذ يومين وتم عقد القران في المحكمة الابتدائية الشرعية وكان هذا الخبر بمثابة القنبلة التي فجرها أنور وجدي خاصة أنها لم تكن الزوجة الأولى له وهذا ما دفع الجميع إلى اليقين أنه تزوجها من أجل المصالح الشخصية واستمر زواجهم ثمانية سنوات وظلت العلاقة مستقرة بينهم وقدم فيها العديد من الأعمال الفنية المتميزة من أبرزها فيلم بنت الأكابر مع الفنان سليمان نجيب والفنان زينات صدي وفيلم حبيب الروح وفيلم قلبي دليلي كما تألقت أيضا في فيلم ليلة في الظلام وكان هذا الدول مختلف عن الأعمال الفنية التي قدمتها قبل ذلك كما شاركت بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة مع الفنان حسين صدقي والفنان أحمد سالم والفنان يحيى شهين وزكير رستم ومن أبرز هذه الأعمال فيلم الحبيب المجهول في عام 1955 وفيلم شاطئ الغرام وفيلم خاتم سليمان ورغم كل هذا النجاح الفني الذي قدمته الفنانة ليلة مراد ولكن لم تكن الأمور الخاصة ناجحة بينها وبين الفنان أنور وجدي حيث كانت هناك الكثير من الخلافات بينهما وكانت غيرة أنور وجدي لا تحتمل حتى أنها عندما وقعت العقد مع المنتج أحمد سالم ووافقت على العمل معه غاب أنور وجدي عن المنزل لأسابيع ورفض العودة إلى المنزل إلا بعد أن تفسخ العقد ولكنها رفضت ذلك وعندما عاد إلى المنزل كان سائرا جدا وحدثت العديد من المشاكل والخلافات بينهم في هذا الوقت وقد روى زكي فاطين عبدالوهاب ابن الفنانة ليلة مراد في حديث في أحد البرامج التلفزيونية عن قصة اعتناق والدته للإسلام وتحدث قائلا أمي كانت بتحب السيدة نفسها جدا والسيدة زينب حتى لما كانت يهودية وبتحب تسمع القرآن جدا وكان بيجي لنا شيخ كل يوم جمعة في البيت اسمه الشيخ محمد وكانت بتعشق صوته جدا والحكاية دي كانت موجودة في بيوت عائلتها حتى لما كانت يهودية ونفى زكي فاطين عبدالوهاب كل ما يشاع بشأن حدوث انشقاق داخل عائلة ليلة مراد بعد إشهر إسلامها مؤكدا إن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وقال ما حصلش أي شيء هي أسلمت مع خالي مونير كما تحدث الكاتب محمود معروف عن قصة اعتناق ليلة مراد للإسلام وقال في رمضان وقبل ليلة القدر بأيام أشهرت ليلة مراد إسلامها وأضاف عندما تزوجت ليلة مراد من أنور وجدي عاشوا في عمارة الإيموبيليا ويوميا ليلة مراد كانت بتستيق الساعة أزان الفجر وقالت لأنور وجدي أنا مش عارفة أنام ومش بيجي لي نوم وفي مرة من المرات صحيت ليلة مراد وصحت أنور وجدي معاها وقالت له سامع صوت الأزان حلو إزاي الله على المؤزن هو بيقول الصلاة خير من النوم وقالت لأنور وجدي أنا عاوز أعتنق الديانة الإسلامية وقد تعاون أنور وجدي بدعابة في بداية الأمر إلى أنها أكدت له رغبتها في اعتناق الإسلام مؤكدا أن أنور وجدي أخذ ليلة مراد إلى مشيخة الأزهر الشريف وأشهرت إسلامها في يوم ليلة القدر وجاءت لعمل أول مائدة رحمن في شارع شريف بوسط البلد وبعد العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي شاركت فيها الفنانة ليلة مراد والفنان أنور وجدي سويا طلبت الفنانة ليلة مراد من الفنان أنور وجدي مستحقاتها المادية ولكن أنور وجدي رفض هذا الأمر تماما فكانت بتتقاضى في الفيلم الواحد 15 ألف جنيه واستولى على هذه الأموال التي قد مسلت بها وتم الانفصال بينهم بعد زواج استمر سمانية سنوات وجاءت الزيجة الثانية من خلال قصة حب جمعت بينها وبين الطيار وجيه أبازة ربيب الحسب والنسب وكان ينتمي لأسر عريقة تخرج منها مشاهير السياسيين والوزراء ولم يرغب وجيه أبازة في الإعلان عن تلك الزيجة حتى لا تغضب أسرته وحافظت ليلة مراد على سر زواجها وقد أرغمها حبها على الغياب عن السينما والغناء ونسيان الشهرة وانتقلت إلى المعيشة في شقته السرية وعندما حدث الحمل بدأت تقلق وحدثت المشحنات بينهم من أجل إعلان الزواج ولكن الزوج رفض الإعلان عن هذا الزواج وقرر الانفصال بعد عام واحد من الزواج وقد شهدت أسديجة الثالثة في حياة ليلة مراد ظروفا مختلفة حيث تعرفت على زوجها من خلال إخراجه أحد الأعمال الفنية فإن جذبت إليه وهو المخرج الشهير فاطين عبد الوهاب ولكنها في نفس الوقت ترددت كثيرا فكانت تخشى من تكرار التجربة مرة أخرى ولكن المخرج فاطين عبد الوهاب استطاع أن يطمئنها وقد استمر زواجهم عدة سنوات وأنجبت ابنها الثاني زاكي فاطين عبد الوهاب وبعد مرور 11 عاما من زواجهم تم الانفصال بينهم وباءت محاولات الفنان فريد شوئي والفنانة هدى سلطان وزينة بصدق لإقناعها بالعدول عن هذا القرار إلى أنهم فشلوا وصممت على الانفصال على أن تحتفظ بحضانة ابنها الصغير كما قدمت ليلى مراد العديد من الأغاني الجميلة التي تعددت إلى ألف أغنية كما أنها قدمت حوالي 27 فيلما سينمائيا وكانت أشهر أفلامها التي قدمتها مع الفنان أنور وجدي ولكنها قررت الاعتزال وكان آخر أعمالها فيلم الحبيب المجهول وذلك في عام 1955 وقررت بعدها أن لا تظهر أمام الكاميرات مرة أخرى وقد عانت ليلى مراد في الفترة الأخيرة من حياتها من مشاكل في القلب نظرا لتقدمها في العمر دخلت على أثرها إحدى المستشفيات الخاصة حتى تدهورت حالتها تماما وتوفيت الفنانة ليلى مراد في يوم 21 نوفمبر في عام 1995 عن عمر 77 عاما وهذا بعد أن أثرت الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة رحم الله الفنانة ليلى مراد وأسكنها فسيح جناته وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة شكرا جزيلا لحسن المتابعة